أهلاً عزائي المشاهدين أرحب بكم أجمل ترحيب في حلقة جديدة من برنامج ليكن نور صلاة إلى الله أن هذه الحلقة تكون سبب بركة لحياتك أنا بدعوك تشاهد هذه الحلقة الهامة والمهمة جداً اليوم لحياتك حديثنا عن موضوع كتير كتير مهم مفتدين الوقت مفتدين الوقت إحنا عارفين أنه عايشين في عصر السرعة الكل مستعجل منمشي بسرعة بنوكل بسرعة منتحرك بسرعة كل الأمور عاوزينها تخلص بسرعة وكل بتسمع عبارات مش فاضة مش غولة كتير يريد الوقت يكون أطول وهكذا بتسمع هذه التعبيرات لكن هل بالفعل هي إرادة الله أن نكون ملحقين للوقت ولا في مخطط أكبر الله عنده لحياتنا اسمع ما يقول الكتاب المقدس في رسالة بولوس الرسول إلى أهل أفسوس الإصحاح الخامس يقول فانظروا كيف تسلكون بالتطقيق لا كجهلاء بل كحكماء مفتدين الوقت لأن الأيام شريرة من أجل ذلك لا تكون أغبياء بل فاهمين ما هي مشيئة الرب مفتدين الوقت أنا بدعوك في هذه الحلقة ولربما تكون الفرصة الأخيرة في حياتك اليوم أنك تشاهد هذه الحلقة وأنه فعلا أنه ربنا يعمل معجزة خاصة في حياتك اليوم أنك تستقبل شفاء وخلاص المسيح لحياتك